السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. ما عدنا النهاردة ان شاء الله تعالى محل بيج 25 25 من كتاب بيت باي بيت 23 نبدأ بسم الله. يعني كون آآ النفي من الجمل دي. طبعا دائما النفي في الماضي البسيط الفاعل. plus didn't الفاعل في المصدر بدون اي اضافات. يعني هو سفر عنحق مصر يبدأ الفاعل. he. وبعدين didn't ونجيب المصدر من travel. يبقى travel ونكمل بقية الجملة all over Egypt. بعد كده عندي number two. he ate ام علي. انطنطا. يعني هو اكل ام علي في طنطا. يبقى الفاعل عندي. he. يبقى بالفاعل. وبعدين didn't. وبعدين نجيب التصريف الاول من ate. eat. يبقى he didn't ate. eat. ام علي انطنطا. يبقى نجيب المصدر من كلمة eat. يبقى الفاعل didn't الفاعل في المصدر. بعد كده عندي number three. السؤال number three. it ran yesterday. لقد امطارت yesterday امس. يبقى it. we didn't. وطبعا احنا قلنا الفاعل we didn't الفاعل في المصدر. الفاعل didn't الفاعل في المصدر. الفاعل عندي it. بعدين didn't. بعدين الفاعل في المصدر من ran ran. يبقى هي لم تمطر طبعا ايه? yesterday امس. rain yesterday. نكمل جملة ونحطه في المصدر. number four عندي they came here. يعني طبعا هم آتوا هنا. by aeroplane. يعني بواسطة الطائرة. يبقى الفاعل they. وبعدين didn't. ونجيب المصدر من came come here. وكمل الجملة here by aeroplane. بواسطة الطائرة. بعد كده عندي test yourself. يعني اكتابر نفسك. choose the correct answer from a, b, c or d number one. I space Mr. Ahmed yesterday. انا عايز التصريف الثاني. الفاعل التصريف الثاني هنا فين? عندي met. اللي هو من met. يقابل مت. يبقى انا قابلت Mr. Ahmed yesterday امس. التصريف الثاني. الفاعل ده فعلي غير منتظم. لا ينتهي بال e, d. number two space. eat ice cream two years ago. منذ طبعا ايه? two years sorry two days ago. يعني منذ يومين. منذ يومين. منذ يومين. يعني الكلام في الماضي البسيط. يبقى الفاعل طبعا التصريف الثاني الفاعل. طبعا هنا عندنا يبقى ازا didn't. في الماضي البسيط. الفاعل. didn't والفاعل في المصدر. يبقى she didn't eat ice cream. هي ما اكلتش ice cream منذ يومين. she didn't the ice cream. she didn't eat ice cream two days ago. number three. عندي space they travel to aswan last week. الاسبوع الماضي. ده كلمة من كلمات الدلة على الماضي البسيط. يبقى انا عندي السؤال طبعا في الماضي البسيط. اه بفعل مساعد. did. did. والفاعل والفعل في المصدر. did they travel to aswan last week. هل هم سافروا الى اسوان الاسبوع الماضي. يبقى طبعا السؤال في الماضي البسيط باستخدام الفعل المساعد. did. number four. i was tired. انا كنت متعب او مرهق. so my mother space my bag. يبقى طبعا كلام في الماضي. يبقى انا عايز التصريف الثاني للفاعدي كلام في الماضي. ليه بقى انا عندي كلمة was. انا كنت متعب او مرهق. لذلك امي carried my bag. حملت. تصريف الثاني من carry يحمل. الفعل الذي ينتهي بواي. مسبوقا بساكن. تقلب الواي الى i ويضاف ed بتاعت الماضي. احنا كده كده بنضيف ال ed في الماضي. الافعال التي تنتهي بواي. في حالة الواي فقط. بواي مسبوقة بساكن. تقلب الواي الى i ويضاف ed. carried. زي فعل study مثلا. عند study يذاكر. انتهي قبل من نساك. قبل من نساك. اهو. نكتب بعد كده عندي. سوري. يبقى نكتب study زي ما هي عادة. الفعل عادي خالص. والواي تنقلب لاي. ونحط الايه? ال ed بتاعت الماضي. study study study. carry carried. يبقى didn't. احنا قلنا الفاعل وdidn't والفعل في المصدر. الاجابة الصحية عندي miss. يبقى reem didn't miss the boss. او the school boss. يبقى اه طبعا لم يفوتها او لم يتركها الباص المدرسي. يبقى هنا الفاعل. plus didn't. يعني زائد didn't. زائد الفاعل في. سوري. فاعل في المصدر اللي هو بدون اي اضافات. يبقى الفاعل في المصدر عندي miss. reem didn't miss the school boss. عندي بيج 26. 26. read and match e with b. يعني طبعا افرق وصيل a b b. number one my bedroom is on. طبعا لاجابة عندي c. يعني حجرة نومي. my bedroom is on. طبعا. عندي لاجابة عندي c. on the right على اليمين. my bedroom is on the right على اليمين. number two unfriendly. غير ودود. لاجابة عندي f. not kind to someone. اني انت بتكونش طيب لشخص ما. لاجابة عندي f. number three. he was very interested. طبعا. interested طبعا. بتاخد حرف الجر ان. يبقى هو كان طبعا مهتم. او كان مهتم بقروض العواء. يبقى عندي الاجابة a. in howler monkeys. او monkeys. يعني بقروض العواء الامريكية. number sorry. يبقى ثاني عندي. my bedroom is on. the right على اليمين. unfriendly. لغير ودود. اللي هو not kind to someone. اني انت متكونش طيب لشخص ما. number three. he was very interested. ان هو كان مهتم طبعا. howler monkeys. اه طبعا. اللي هو قروض العواء. number four. we carried our heavy. احنا حملنا حقائب نا. يبقى هنا الاجابة a. يبقى our heavy cases to the car. احنا حملنا حقائبنا الثقيلة الى السيار. number five. the bed is. طبعا. السرير is next طبعا حرف القرر two. next to the television. يعني بيجوار التلفاز. بعد كده طبعا هنجوب على طول عشان وقت الفيديو. السؤال number a. to the right answer. يعني اختار الاجابة الصحيحة. from a b c or d. the underlying word for unfriendly means. يعني الكلمة اللي تحتها خط unfriendly. اللي هي غير ودود ديت means. تعني كلمة not kind يعني غير طيب او غير عطوف. number two. the text is about visiting the space. النص ليكون عن. زيارة ايه؟ يبقى حديقة الحيوان. زو. يبقى ذو الاجابة الصحيحة. number three. why was dead angry? اللي طبعا الوالد كان آآ غاضب. يبقى لقيم الاطفال. because some children were unfriendly to the animals. كانوا غير ودودين للحيوانات. يبقى عندي. هلكتب عندي هنا. الاجابة عندي فوق. بس هنضيف عندي because. عشان في why. او because. وابدأ اكمل من عندي السطر الثالث. اجابة عندي هنا. some children. يبقى بعض الاطفال. where can you unfriendly. يعني غير ودودين. to the animals. للحيوانات. دي طبعا اجابة number three. بعد كده عندي number four. بيقول لك what did عمر try to do? طبعا ايه اللي حاول يعمله عمر طبعا عمر يحاول انه هو يطعم الحيوانات. يبقى he tried to feed the animals. يبقى he tried to feed animals. he tried to feed animals الحيوانات. وبنزا يجاب اللي فوق طبعا يبقى some children were unfriendly to the animals. الحيوانات. بعد الاطفال ما كانوش طبعا ايه ودودين او طيبين مع الحيوانات. بيج 27 صفحة طبعا 27. reorder. رتب. ذا والس كلمات to make عشان تكون correct sentences. يعني الجمل صحيح. يبقى he traveled. هو سفرة all over ايجبت. يعني في كل انحاء مصر. يبقى he traveled. فاعل والفعل وباية الجملة. he traveled all over ايجبت. number two. there are lots of posters of animals. يعني هناك الكثير من الملصقات من الحيوانات. there are lots of posters of animals. number three. his grandma went to Aswan last year. يعني اجدته زهبت الى Aswan last year العام الماضي. his grandma went to Aswan last year. number four. my uncle is a scientist. يعني عم بيكون عالم. and loves the animals وبيحب الحيوانات. linked with the following. اه طاع علامة التقييم الاتية. عندي ال i capital. وعند ال m بتاعت منارشان ده اس. يبقى i met miss manar yesterday. انا قابلت طبعا الا استاذة منار امس. يبقى i met miss manar yesterday. number two. how did you go to school? كيف طبعا اه تذهب للمدرسة? او كيف ذهبت للمدرسة? يبقى ال H capital. ودي طبعا اه اه ده سؤال. يبقى question mark علامة استفهام. بعد كده number five. write a paragraph of forty words. using the following guiding elements. يعني اكتب فقرة انشاية من اربعين كلمة. باستخدام using the following guiding elements. باستخدام العناصر المساعدة. عندي هنا طبعا the jungle in the jungle. في الغذال الكثيفة. الادغال. عندي اصيد مسافة وعد الكلمة ونبدأ الجملة بحرف capital. i went to the 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 jungle with my father. yesterday. يعني انا ذهبت الى الادغال. كثيفة الاشجار with my father مع والدي yesterday امس. my father is a scientist. يعني والدي بيكون عالم. he did some research on howler monkeys. يعني هو قام او قام او فعل بعض الابحاث عن طبعا قروض العواء. بعد كده نقول احنا we saw many animals in the jungle. احنا رأينا العديد من او الكثير من الحيونات في الغابة الكثيفة الاشجار. it's not safe to go to the jungle alone. ليس من الامان او غير آمن. انه غير آمن. it's not safe to go to the jungle and تذهب الى الادغال alone بمفردك. بعد كده i enjoyed my day. انا استمتعت بيومي. again i went to the jungle with my father yesterday. my father is a scientist. he did some research on howler monkeys. we saw many animals in the jungle. it's not safe to go to the jungle alone. i enjoyed my day. وبكده نكون وصلنا لهذه الفيديو. واتمنى يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. الى لقاء في فيديو اخر بإذن الله تعالى. مع تمنيتي بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.